اشتركوا في القناة الى المعلن المرصود اقل بكثير من الموجود وبالتالي انا بتوقع للان احنا عم نرصد فقط 30 الى 40% من الحالات الموجودة المنتشرة حاليا في المجتمع وهذا يعطينا مؤشر اذا احنا بدنا نحكي عن سبع ايام قادمات او 14 يوم لنصل الذروة المنحنة احنا فعلينا بدنا شهر ونص لنرجع مرة ثانية الى حالات الـ 500 الى 400 اذا قدرنا لانه الى الان واضح انه في ظل زيادة الاعداد عندنا اصحاب القرار بيعطونا تراخي بالقرارات انا ما زلت اذكر فترة جدا ذهبية ومستغرب للان يعني ما في عليها تركيز احنا ببداية الوباء كان في عنا اوردر stay home order الزم بيتك صح كل شيء كان فاتح بس كان فيه تجديد على الزم بيتك المقاهي فاتحة انا كمواطن انا الان صار لشهرين ما وصلت اي كافي شب ولا قعت باي ساحة مختلطة اذا بدروع على المسجد بأخذ كل احتياطاتي حتى لو فتحوا للمسجد اذا الان العائلة القادرة على انهات بس قل الرقم والرايح قل الرقم والرايح الرقم رايح خلال 14 يوم سنصل للذروة ونتوقع في ظل التضاعف اللي نحكي فيه انه احنا راح نسجل 4000 الى 5000 حالة خلال ما بين 12 الى 14 يوم بهذا الرقم منتوقع بدنا شهر ونصل حتى نصل الارقام اللي حكينا فيها قبل شوي اللي نوصل نرجع الى 500 الى 600 نعم واذا لم يتم يعني اذا يظل التضاعف مثل ما احنا شايفينه راح نتعدى الصين من هون لشهر راح نتعدى الصين بمعنى ممكن نصل حاجز السبعين الى 85 ألف حالة لانه احنا كل سبع ايام في عنا التضاعف بالعدد التراكمي اذا اليوم عنا حالات من ثمرة كل سبع ايام نشهة تضاعف بالعدد التراكمي وقد نصل الى 12 الى 14 يوم لتحجيل 4000 الى 5000 اصابة نعم نعم بفيروس كورونا وبدنا شهر ونصل نرجع الى 500 نعم الان هذا الزخم يعطيني بيعطيني صراحة بخسر وقت وعن بخسر يعني انا اقلل من زخم هذا الفيروس النقطة الاخرى المقلقة اليوم اخي محمد انه الفيروس هذا وصل الى ايدي العاملة يعني الى ايدي الاسيوي العمالة الاسيوية في الزرقة عنا مجمع في الرمثة في لا يقل عن 20 الف عامل اسيوي الان هذا هو اللي دهور دولة سنغافورة اللي كن كل العالم يتغنى بالمدل والنموذج تبعها سنغافورة هو اللي دهور سنغافورة انه الايدي العاملة الاسيوية ضرب عند الفيروس ونقلته لكل المحافظة وهذا مؤشر خطير ما حدث في الزرقاء اليوم مؤشر خطير حول ايدي العاملة تحديدا الاسيوي المجدد في الاردن اذا ما انتقل بينها الفيروس انتشر بسرعة كبيرة جدا وهذا واضح مما ذكر اليوم في الاجازة الصحفي سانتقرك شكرا دكتور وائل اسمح لي دكتور انا لما موسيقى موسيقى